تحدي كبير يواجه المرشح الديمقراطي للرئاسة الامريكية جوزيف بايدن بمواجهة رؤية الحزب الديمقراطي ومحاولاته لاستمالة شريحة الناخبين السود في مواجهة بدت محتدمة قبل وقت مبكر من مععد الانتخابات في الثالث من نوفمبر 2020 من بين الاسماء المرشحة كيشا بوتومز رئيسة بلدية اطلانتا والنائبة كارين باس التي تترأس كتلة السود في الكونغرس الامريكي تاريخيا وعلى مدى اربعة الى خمسة عقود ركزت على بناء التحالفات والتواصل وبناء الجسور بين المجموعات العرقية وبين الايدولوجيات السياسية انا شخصا يسعى لتحقيق الاهداف وانجاز الاعمال مع من يود فعل ذلك في اي زمان ومكان بايدن تعهد ولمرات عديدة ان يختار امرأة لمنصب نائب الرئيس وكانت السيناتورة كامال هارس ابرز الاسماء المطروحة لهذا المنصب لكن اصواتا داخل الحزب الديمقراطي بدأت تدفع بمرشحات اخريات كمستشارة الامن القومي السابقة سوزا رايس ان الشيء العظيم الذي فعله ترامب انه اظهر للعالم امكانية حصول الاسوأ وبالتالي يتملكنا شعور افضل بالابتعاد عن الاحساس المفرط باننا كمواطنين بيض يجب ان ندير الاشياء كما بدأ اختيار السيناتور اليزابيث وارين للترشح الى جانب بايدن بدأ واحدا من الاحتمالات المطروحة لدعم ما يعرف بالجناح التقدمي الديمقراطي لكن هناك من لا يرجح وارين حين يمثل جيل الشباب بمرشحة تبلغ 71 عاما يضاف لذلك ان ترشيح اليزابيث وارين قد يثير نقمة شريحة الناخبين السود على اعتبار ان بايدن نكث بوعده وقبل ثلاثة اشهر على موعد السباق الانتخابي بمواجهة دونالد ترامب يبدو ان بايدن امام قرار مفصلي مهم قد يعزز حظوظه الانتخابية او يثبتها وسؤال من سيرافق بايدن في سباقه للبيت الابيض عمر محمد قناة الغد واشنطن ترجمة نانسي قنقر